موسيقى مرحبا بكم عزيزي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة 5 الابتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 4 اليونت الثالث الدرس الرابع في عطلة نهاية الأسبوع موجودة بصفحة 44 من كتاب الطالب صفحة 42 من كتاب النشاط قبل ما أبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب اللي اسمه الاستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 44 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة في عطلة نهاية الأسبوع read, match and write the numbers اقرأ وصل وصل الأفعال لدينا مجموعة من الأفعال بالعبارات أو الأسماء المناسبة لها write the numbers اكتب رقم كل فعل أمام العبارة المناسبة قبل ما نبدأ نحل لازم نعرف أن ذن الأفعال والعبارات المناسبة لها جداً مهمة بالامتحان التحريري لازم نعرف كل فعل والعبارة التي تناسبها مثل ما حفظنا بالدروس السابقة مجموعة أفعال وعبارات مناسبة لها وكذلك في هذا الدرس قدنا أفعال جديدة وعبارات جديدة لازم أعرف كل فعل العبارة المناسبة لها ونعرف شون يجينا بالامتحان هي شنوعية من الرسلة يجب ليها على شكل حقلياً حقل A و حقل B وصل الأفعال بالعبارات المناسبة إذن رح نقرأ الأفعال ونشوف شين اللي نناسبها وبعدها ننتقل إلى النشاط التالي شن العبارة المناسبة لها ندور بالعبارات In the park في المتنزه غير مناسبة At home في البيت كذلك غير مناسبة A film يشاهد film نعم هذه أكثر عبارة مناسبة لذلك أضع رقم الفعل أمام هذه العبارة نمبر 2 ثانيا Go to ننتبه هنا عند Go to الذهاب إلهي أو يذهب إله هنا لازم أدور على اسم مكان بينما بدروس سابقة وتحديدا بمواضيع الرياضات أخذنا فقط Go يجي وراها مثلا الرياضات اللي يجي بها ينجي مثلا Go swimming الذهاب للسباحة Go cycling الذهاب لقيادة دراجات الهوائية إلى آخره أما ال Go to معناها الذهاب إلى زائد اسم مكان فهنا لازم أخلي أو أدور اسم مكان فمثلا In the park في المتنزه ما يصير To و In لازم وراها مباشرة اسم مكان بعد At home في المنزل كذلك غير مناسبة Museum إلى المتحف الذهاب إلى المتحف نعم هذا أكثر خيار مناسب للمتحف اسم مكان فأخلي رقم الفعل اللي هو رقم الثنين أمام هذه العبارة Number 3 ثالثا Play Play معناها يلعب أخوين خنشوف شنو العبارة المناسبة لها Play in the park يلعب في المتنزه نعم هذا أكثر عبارة مناسبة للفعل فأخلي رقم الفعل أمام هذه العبارة Number 4 رابعا Help Help يساعد شنو العبارة المناسبة لها Help at home يساعد في المنزل نعم هذا أكثر عبارة مناسبة للفعل فأخلي رقم الفعل أمامها Number 5 خامسا كذلك play صادفنا الفعل play نانا مكررة أدأ شوف شنو الاسم الثاني اللي يناسب الفعل نفسي play يلعب فأدور Play a picnic يلعب نزهة غير مناسبة Play with friends يلعب مع الأصدقاء نعم هذا أكثر عبارة مناسبة للفعل فأخلي رقم الفعل أمام هذه العبارة Number 6 سادسم Have Have أخذناها بدروس سابقة معناها يحظى يحظى بشنو Have a picnic يحظى بنزهة نعم هذه أكثر عبارة مناسبة فأخلي رقم الفعل أمام هذه العبارة هذا ما يخص هذا النشاط أعرفنا أنه لازم نحفظ الأفعال والعبارات المناسبة لها وكذلك أعرفنا شون يجينا بالامتحان ننتقل للنشاط الآخر Write the words under the pictures اكتب الكلمات تحت الصور صارت عندنا مجموعة من الكلمات كل فعل والاسم المناسب له CFL مشاهدة التلفاز Go to the museum الذهاب إلى المتحف هذين اللي طلعناها قبل دقيقة يقول لك كل صورة من ذن الصور يتناسب عبارة من العبارات اللي طلعناها قبل دقائق فأكتب العبارة تحت الصورة المناسبة فمثلا الصورة الأولى صورة العائلة اللي ذاهبين في نزهة في المتنزه شون العبارة المناسبة لها CFL مشاهدة التلفاز غير مناسبة Go to the museum الذهاب إلى المتحف كذلك غير مناسبة Play with friends اللعب مع الأصدقاء غير مناسبة Help at home المساعدة في المنزل غير مناسبة Play in the park اللعب في المتنزه غير مناسبة Have a picnic يحظى بعطلة نعم هذا أكثر خيار مناسب أو أكثر عبارة مناسبة للصورة فأكتب العبارة تحت هذه الصورة Have a picnic يحظون بنزهة الصورة الثانية صورة الطفل اللي ذاهب إلى المتحف نلاحظوا أنه مجموعة من الأشياء الأثرية شون العبارة المناسبة لها أكيد Go to the museum الذهاب إلى المتحف number three الصورة الثالثة صورة مدينة العاب في المتنزه شون العبارة المناسبة لها أكيد اللعب في المتنزه Play in the park فأكتب العبارة تحت الصورة Play in the park أما الصورة الرابعة صورة السينما اللي يعرضون بيها مجموعة أفلام شون العبارة المناسبة لها أكيد عبارة See a film مشاهدة أو رؤية فيلم فأكتب العبارة تحت الصورة See a film أما الصورة الخامسة الصورة الطفلة اللي تقوم بغسل الصحون شن العبارة المناسبة لها أكيد عبارة تساعد في البيت فأقول Help at home تساعد في البيت أو في المنزل أما الصورة الأخيرة صورة الطفل اللي تلعب مع صديقاتها شن العبارة المناسبة لها أكيد عبارة Play with friends اللعب مع الأصدقاء هذا ما يخص هذا النشاط مجرد أخذنا العبارات اللي طلعناها قبل دقيقة اللي كل فعل بما يناسبه صارت عدي عبارة خليت هذه العبارة المناسبة تحت الصورة المناسبة ننتقل إلى أسفل الصفحة Ask and answer اسأل واجب محادثة بين تلميذين التلميذ الأول يسأل How often do you go to a museum كم مرة أو كم بالعادة تذهب إلى المتحف التلميذ الآخر يجاوب I go once a year أنا أذهب مرة في السنة هنا لننتبه أنه بالدرس السابق ذكرنا أنه الhow often أقدر أجاوب عليها باستخدام أحد ظروف التكرار وش رح نشون نجاوب على السؤال بhow often باستخدام ظروف التكرار وكذلك ذكرنا أنه بالدرس القادم اللي هو هذا الدرس رح نعرف شون نجاوب على السؤال اللي يبدأ بhow often باستخدام عدد المرات إن شاء الله بهذا الفقرة أو بهذا النشاط رح نشرح شون نجاوب على السؤال يبدأ بhow often باستخدام عدد المرات once و twice و three times إلى آخره هنا نبثة ما ذكرنا أنه الhow often تسأل عن عدد المرات ومن الممكن الإجابة عليها باستخدام أحد ظروف التكرار شرحناها بالدرس السابق أما اليوم فرح نشرح شون نجاوب عنها باستخدام الonce once معناها مرة واحدة جايتنا من one one واحد once مرة واحدة two اثنين twice مرتين بعد بس ذن الكلمتين مختلفات ما بعدها نفس العدد أخلي و أخلي بعد times three ثلاثة three times ثلاث مرات four أربعة four times أربعة مرات five خمسة five times خمس مرات بينما الone والtwo شوية مختلفات one واحد once مرة واحدة two اثنين twice مرتين نجا نشرح الملاحظات القواعدية المتعلقة بالإجابة على السؤال يبدأ بها often باستخدام أحد ظروف التكرار فالملاحظات القواعدية هي كالتالي أولا نكرر أن السؤال بـ how often يكون الإجابة عنه أما بظروف التكرار مثل ما شرحنا بالدرس السابق أو يكون الإجابة عنه بعدد المرات اللي راح نشرحه في هذا الدرس وهنا يجب أن نعرف أن كل عدد one two three four five إلى آخره يقابل عدد مرات الone يقابلها once two يقابلها twice الthree يقابلها three times وهكذا عدد مرات يناسب لذلك يجب حفظ الكلمات التي تدل على عدد مرات هذه وهي كالتالي دعنا نشوفهم أولا مثلا once مرة واحدة جايتني من one واحد twice مرتان جايتني من two أما البقية نفس العدد الأستخدمه three three times four four times وهكذا اللي three ثلاثة يقابلها three times ثلاث مرات الى آخره فهنا عرفنا الكلمات اللي نستخدمها بالإجابة على السؤال يبدأ بها often باستخدام عدد مرات زين شين يجي وراها هنا لازم ننتبه أن يجي وراها أحد ذن الكلمات يأتي بعدها أما a week مرتان كل إججاد مثلا أقول once مرة واحدة كل إججاد مرة واحدة a week بالأسبوع لو a month بالشهر لو a year بالسنة يعني مثلا سألني شخص قللي how often do you play football كم مرة تلعب كرة القدم فعند لما أجاوبه أقول له once مرة واحدة رح يسأني يقول لي مرة واحدة كل إجاد فلازم أوضح أنه once أما a week بالأسبوع a month بالشهر a year بالسنة هذين الكلمات نحفظهن يجن بعد على المرات أي أننا سنتعرف في هذا الدرس على كيفية تعبير عن عدد مرات قيامنا بفلل شي معين بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة زين شين موقعها من الجملة بالدرس السابق أعرفنا أنه إذا نريد نجاوب بظروف التكرار أهم شي نهتم له هو موقع ظروف التكرار بالجملة زين ذنين شون موقعها من الجملة يكون موقع هذه الكلمات اللي هي عدد مرات once twice three times في نهاية الجملة ويجي وراها week month year خلنا نأخذ مثال عنه أن تتوضح مثلا قللي how often do you go swimming كم مرة تذهب إلى السباحة أو تذهب للسباحة فذارد الجواب على هذا السؤال باستخدام عدد مرات مو باستخدام ظروف التكرار رح يكون موقعها نهاية الجملة وبعدها يجي a week أو a month أو يأيير فمثلا أقول له أنا أذهب للسباحة مرة بالشهر شاقول بما أنه سألني لي أقول له I go swimming أنا أذهب للسباحة once a month مرة بالشهر إذن صار موقعها في نهاية الجملة I go swimming once a week أنا أذهب للسباحة مرة بالأسبوع وهكذا مع البقية زيني شون تجيني بالامتحان من الممكن أن يجب لي إياها مثلا يقول لي how often do you go swimming كم مرة تذهب للسباحة ويخلي لي بين قوسيا once a week مرة بالأسبوع يعني يقول لي جاوبني على هذا السؤال باستخدام عدد مرات مرة بالأسبوع فلازم أعرف أجاوب وأعرف موقع once a week بعض الطلاب يخلي لي once a week بعد الفاعل هذا خطأ ظرف التكرار يكون موقعها بعد الفاعل أما عدد مرات يكون موقعها في نهاية الجملة فأقول I go swimming أنا أذهب للسباحة once a week مرة بالأسبوع صار عدد الجواب كامل هذا ما يخص الجواب على السؤال يبدأ ب how often باستخدام عدد المرات ننتقل إلى النشاط الثاني listen match and write the numbers استمع وصل واكتب الأرقام منطيني مجموعة من العبارات go to a museum الذهاب إلى المتحف play with the friends اللاعب مع الأصدقاء help at home المساعدة في البيت إلى آخره ومجموعة من عدد المرات المناسبة لهذه العبارات فلازم أوصل عدد المرات المناسبة لفعل هذه النشاطات زيني شون نعرف أستاذ نعرف من خلال المقطع الصوتي لذلك راح نشغل المقطع الصوتي نوصل لهذه النشاطات بعيدة المرات قيام بهذه النشاطات وبعدها نعرف شين مطلوب حفظه من هذا النص خلينا نسمع المقطع الصوتي أول شي track 51 unit 3 lesson 4 listen match and write the numbers hello jenna and karam can i ask you some questions yes of course one how often do you go to a museum we go once a year two how often do you play with friends about five times a week three that's nice how often do you help at home that's easy we must help at home three times a week four four how often do you have a picnic we have a picnic about twice a year five how often do you watch tv that's easy once a day six how often do you go shopping we like shopping we go shopping with mom and dad about four times a month how often do you play with friends 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 five times a week how often do you play with friends 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 يجنب سؤال الإملاع يجنب سؤال الإملاع يجنب الصيغة التالية مثلا يجيب لي بالامتحان يقول لي 1 إذا أردت أحولها عن عدد المرات تصير once زيان 2 إذا أردت أحولها عن عدد المرات شو تصير فلازم الطالب يعرف إجاب على هذا السؤال لازم حافظ أن الكلمات مثل ما وضحنا لازم نحفظ ملاهن 2 والعدد المرات تصير فيها twice مرتان إذن one once two twice والباقي مو صعبة بس ذلك كلمتين مختلفات الباقي نفس الرقم يخليه ويخليه بعد كلمة times مثال آخر ثري صارت ثري times الثري اللي هو عدد رقم ثلاثة إذا أردت أعبر عن عدد المرات يكون ثري times ثلاث مرات الone اللي هو الواحد شو أعبر عن عدد المرات فلازم الطالب يعرف أن الone عدد المرات الخاصة به هو كلمة once لذلك ذلك الكلمات لازم أحفظ ملاهن جدا مهمات بالامتحان التحريري يجنب سؤال ملاهن بهذه الصيغة ننتقل للأتمرين a how many phrases can you make كم عدد العبارات التي يمكنك عملها use words from box one and box two استخدم كلمات من الصندوق الأول والصندوق الثاني ننتبه هنا بالصندوق الأول منطيني مجموعة تفعل do يفعل go يذهب play يلعب have يحظى help يساعد watch يشاهد أما الصندوق الثاني بمجموعة من العبارات with friends at home tv shopping يقول لك كون لي عبارة من فعل واسم مناسب إليها تطيني معنى مفيد شون يعني منطيني مثال هو قل لي play with friends مختار الفعل play يلعب ومختار العبارة مناسبة إليه فصارت عبارة معناها واضح play with friends اللعب مع الأصدقاء ما يجى مثلا قل لي play tv يلعب التلفاز هذه عبارة غير مناسبة لازم تكون العبارة معناها واضح play with friends اللعب مع الأصدقاء كذلك احنا راح نحاول ناخذ فعل ونشوف شين العبارة المناسبة و الاسم المناسب إليه على ممكن نكون عبارة معناها صحية فمثلا نجعل فعل الأول اللي هو الفعل do يفعل شين العبارة المناسبة إليه with friends مع الأصدقاء غير مناسبة at home في البيت أو في المنزل كذلك غير مناسبة tv تلفاز غير مناسبة shopping تسوق غير مناسبة in the park في المتنزه غير مناسبة homework واجب البيتي يفعل الواجب البيتي نعم هذا أكثر اسم مناسب للفعل فصير do homework يفعل الواجب البيتي عبارة مناسبة do homework هذه العبارة الأولى نشوف أكو اسم ثاني ناسب do a museum متحف غير مناسب picnic نزهة غير مناسب football كرة قدم غير مناسبة to school للمدرسة كذلك غير مناسبة my family عائلتي غير مناسبة إذن خلصنا من الفعل الأول ننتقل للفعل الثاني go go معناها يذهب with friends مع الأصدقاء غير مناسبة at home في المنزل أو في البيت غير مناسبة تلفاز غير مناسبة shopping go shopping يذهب إلى التسوق نعم هذا الاسم مناسب فتكون عبارة مناسبة go shopping الذهاب للتسوق بعد نشوف أكو اسم ثاني ناسب go من الممكن الفعل ناسب أكثر من اسم in the park في المتنزه غير مناسبة low to the park go to the park الذهاب إلى المتنزه هاي صار مناسبة بس هنا نقال لي in في فصارت العبارة غير مناسبة homework museum متحف كذلك لو go to الذهاب إلى museum المتحف كان صارت مناسبة لكن ما يوجد الحرف to لذلك هذه غير مناسبة picnic نزهة فتبول كرة قدم to school إلى المدرسة نعم go to school الذهاب إلى المدرسة هذه صارت عبارة مناسبة فأكتب العبارة go to school بعد my family عائلتي كذلك غير مناسبة ننتقل للفعل الثالث اللي هو الفعل play play with the friends اللعب مع الأصدقاء نعم مناسبة وهو حال إياها ننتقل at home في المنزل غير مناسبة tv غير مناسبة shopping استخدمناها in the park نعم مناسبة play in the park اللعب في المتنزه فأخلي العبارة play in the park اللعب في المتنزه homework استخدمناها museum متحف غير مناسبة a picnic نزهة كذلك غير مناسبة football كرة القدم play football يلعب كرة القدم نعم هذه مناسبة فأخلي play football عبارة مناسبة to school إلى المدرسة my family عائلتي ذنة غير مناسبات ننتقل إلى have have معناها يحظى with the friends استخدمناها at home غير مناسبة tv غير مناسبة then استخدمناها homework استخدمناها museum غير مناسبة a picnic نزهة يحظى بنزهة نعم هذه مناسبة صارت عد عبارة have a picnic يحظى بنزهة بعد عد عبارة ثانية مناسبة ما عندي ننتقل إلى الفعل help نعرف أن الفعل help يناسبة at home يناسبة في المنزل يساعد في المنزل فأقول help at home كذلك يناسبها my family help my family وساعدوا عائلتي فصير help my family فساعدوا عائلتي أما العبارة الأخيرة اللي هي watch يشاهد التلفاز tv فأقول watch tv صارت إذن مجموعة من العبارات اللي قدرنا نطلعها من خلال الأفعال والأسماء اللي منطين إياها هذا التمرين غير مهم بالامتحان التحريري مجرد خلينا نتدرب أكثر على استخراج عبارة من الأفعال والأسماء اللي تنطين إياها على الشكل المباثر فأكمن عبارات متناسقة ننتقل إلى تمرين بي write the long forms اكتبوا الشكل الطويل شون يعني؟ هنا منطيني مجموعة من الإختصارات يريدني أرجعهم للأصل إلا تذكرون كان ينطيني مثلا is زائد not أختصر هصير isn't هنا بالعكس منطيني الإختصار ويريد الشكل الأصلي للإختصار فمثلا number one أولا don't don't مين جايتنا؟ don't هي مختصر مع do not فأكتب الشكل الطويل مع العبارة do not number two doesn't doesn't هو المختصر مع does not فأكتب الشكل الطويل does not number three what's what هو المختصر مع what is what is number four رابعا where is هو المختصر مع where is will we are هي المختصر مع we are will he is هو المختصر مع he is هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري تحديدا بسؤال الملاء يجيب لي أحدا الكلمات ويطلب من عندنا رجاح الأصلها أو يجيب لي الأصل ويطلب من عندنا اختصرها لذلك ضروري أني أحفظ الملاء هذه الكلمات لأنني ممكن أن يجيب ليها على شكل تمرين كامل بسؤال كامل بالامتحان لذلك جدا مهم بالامتحان التحريري تحديدا بسؤال الملاء فلازم أحفظني الكلمات باملاءهم الصحيح يا الله يروح للمتحان على مدى أتأكد أنه أقدر أجاوب هذا النوع من الهسلة ننتقل إلى تمرين c write the numbers أكتب الأرقام هنا أنا منطيني عدد المرات بشكل مباثر ويطلب من عندي أني أكتب أرقامهم وأكتبهم بالتسلسل شون يعني؟ يعني مثلا once هو عدد المرات مال one فأكتب الرقم one اللي هو الواحد وهو أول شي لأن بالتسلسل رقم واحد أول شي ننتقل بعد واحد شي يجينا two عدد المرات مال two شنوه؟ شرحناه قبل دقائق اللي هو twice twice a day مرتان في اليوم شن الرقم؟ الرقم هو number two بعدها three شنو العدد المرات ماته؟ three times هذا فأكتب العدد هو ثلاثة وبالتسلسل هيج يكون موقعه four كذلك four times والfive five times هذا مجرد ينبهنا أكثر على استخدام عدد المرات بالإجابة على السؤال how often ننتقل إلى أسفل تمرين سي let's remember فلنتذكر complete the time puzzle أكمل اللغز المتعلق بالوقت طبعاً هذا السؤال جداً مهم بالامتحان التحريري تحديداً بسؤال المفردات يجينا أما على شكل اختيارات أو على شكل اسقاطات فمثلاً يقول لي there are 24 hours in a فراغ هناك 24 ساعة في الفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ نعرف أنه هناك 24 ساعة في اليوم فالكلمة المناسبة للفراغ هي كلمة day there are 24 hours in a day هناك 24 ساعة في اليوم لغز متعلق بالوقت بعد there are seven days in a فراغ هناك سبعة أيام في الفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة أسبوع اللي هي week there are seven days in a week هناك سبعة أيام في الأسبوع ثالثاً there are between four and five weeks in a فراغ هناك حوالي بين الأربع إلى خمسة أسابيع في الفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة شهر اللي هي month هناك أربعة إلى خمسة أسابيع في الشهر number four there are twelve months in a فراغ هناك اثنى عشرة شهراً في الفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة سنة اللي هي year والجملة الأخيرة there are 365 فراغ in a فراغ هناك 365 فراغ في الفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ الأول أكيد 365 يوم day في السنة year هذا ما يخص هذا النشاط من الممكن أن يجيب لي أحد ذن الجمل ويخيرني بين اختيارين أو يجيب لي أحد الجمل والكلمة المناسبة لهم موجودة بأعلى السؤال على شكل الإسقاطات فأسقط الكلمة المناسب للفراغ المناسب لذلك لازم أفهم ذن الجمل وأحاول أحفظهن قبل أن أذهب إلى المتحان أكتب أجوبة عن نفسك number one how often do you help at home كم مرة أو كم بالعادة تساعد في البيت هنا نريد أن أجاوب على هذا السؤال اللي يبدأ بhow often باستخدام عدد المرات فمثلا مثل ما وضحنا بداية الدرس إذا تجاوب على هذا السؤال عن عدد المرات يكون عدد المرات بالأخير ويأتي بعدها كلمة a week أو a day أو أي فجواب هذا التمرين يعتمد على رأي التلميذ مثلا التلميذ يقول I help at home أنا أساعد في البيت مثلا twice a week مرتان في الأسبوع جاوبة على هذا السؤال باستخدام عدد المرات مثل ما وضحنا أن يكون موقعها في نهاية الجملة ويجي ورها كلمة a week أو a day أو a month ثانيا Who do you watch TV with مع من تشاهد التلفاز مثلا التلميذ يقول I watch TV أنا أشاهد التلفاز with مع مثلا my family عائلتي I watch TV with my family وشاهد التلفاز مع عائلتي إذا تعتمد على أي الطالب ثالثا What do you do after school ماذا تفعل بعد المدرسة مثلا التلميذ يقول I always do my homework after school أنا دائما أفعل واجب البيتي بعد المدرسة number 4 What's your favorite activity karate cycling or playing football ما هو نشاطك المفضل Favorite مفضل activity نشاط منطق اختيارات منذني karate cycling or playing football فالتلميذ كذلك مخير أن يجاوب على هذا السؤال باعتمالا على رأيه فمثلا أنا اختارت football and basketball هذا ما أخذ استمريني مجرد نشاط صفي للإجابة على الأسئلة تعتمد على رأيه التلميذ غير مهم بالامتحان الشهري أو امتحان نصف السنة أو حتى امتحان أخير السنة هذا كان درسنا هذا اليوم أخذنا بكيفية الإجابة على السؤال بhow often باستخدام عدد المرات وكذلك أخذنا مجموعة من الأملاءات الجديدة المهمة التي هي متعلقة بالاختصارات وكذلك بعض الأفعال الجديدة والأسماء المناسبة لها وعرفنا شن التمارين المهمة وشون تجينا بالامتحان ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة ووظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر